موسيقى جولة جديدة من مفاوضات السلام اليمنية برعاية أممية من المنتظر أن تنعقد أواخر الشهر الحالي تطور أنعش الأمال بإمكانية التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية بعد موافقة الحوثيين والموالين لعلي عبدالله صالح على قرار مجلس الأمن رقم 2216 فما هي فرص نجاح الحوار هذه المرة في ظل وجود العديد من الألغام على طريق السلام واستمرار العمليات العسكرية على الأرض مرحبا بكم مشاهدي ومستمعي بي بي سي أرحب بكم أنا راني العطار كذلك أرحب بضيوفي من عمان الدكتورة نجيبة محمد مطهر عضو اللجنة الدائمة في المؤتمر الشعبي العام ومن ليبربول نرحب بمحمد الفقيه الأكاديمي والمحلل السياسي اليمني كما أرحب بضيفي هنا في الاستوديو الإعلامي السعودي عبدالعزيز الخميس والأستاذ أحمد المؤيد المحلل السياسي اليمني ولكن مشاهدينا قبل أن نبدأ هذا الحوار نستعرض معا بعض المحطات التي شهدت محاولات على مستويات مختلفة لإيجاد تسوية توافقية من قبل الأطراف اليمنية ففي شهر مارس من العام الحالي عرض مجلس التعاون الخليجي استضافته لمحادثات في الرياض لإنهاء الأزمة اليمنية غير أن الحوثيين وصالحينها رفضوا المشاركة فيها في الخامس عشر من شهر يونيو انطلقت في جينيف محادثات بين الأطراف المتنازعة في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة غير أنها فشلت في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في السادس عشر من شهر يونيو عقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا في مدينة جدة السعودية لبحث الوضع الأمني وقد استضافت العاصمة العمانية مسقط ثلاث جولات من المحادثات المتعددة الأطراف بإشراف الأمم المتحدة ففي مايو ويونيو وسبتمبر بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار وإيجاد أرضية مشتركة لتسوية الأزمة اليمنية إذن مشاهدين نبدأ هذا الحوار معنا بالبداية من عمانا دكتورة نجيبة محمد مظهر عضو اللجنة الدائمة في لجنة المؤتمر الشعبي سيدة دكتورة نجيبة في البداية نفهم بأن الحكومة اليمنية المعترف بها دولين قد قبلت التفاوض على أرضية قرار الأممي ولكن ماذا بشأن المبادرة الخليجية وماذا بشأن المقررات السابقة للحوار هل ستكون أيضا موضوع على طاولة التفاوض أولا أحيي قناة بي بي سي وأحيي الظروف الضيوف الكرام جميعا وسأبدأ حديثي عن المؤتمر الشعبي العام المؤتمر الشعبي العام يسير وفق خطأ ثابتة ومتوافقة مع المبادرة الخليجية ومع كل المبادرات السعودية تعرف أن علي عبدالله صالح هو القادر على حفاظ وحدة الشعب اليمني ولديه قاعدة شعبية كبيرة من أبناء الشعب اليمني السعودية خسرت كثير عندما أظهرت عداءها لعلي عبدالله صالح السعودية لذلك تراهن على حصان خاسر في خضم هذه الانتكاسات بين السعودية وحلفائها وأيضا تحركات الضغوط الدولية نحو كسر حصار اليمن وعلى وقف الحرب الأمر الذي يجعل من الرياض أن تتعاطى بمطالب الحل السياسي طيب دكتور يعني نقاط كثيرة وكيب من الاتهامات لا بس خليني تفضلي بسرعة لحظة هناك عملت ما قدرت عليها السعودية سوى من قنابل محرمة أو ما حصلت من صعدها اليوم من استخدام قنابل انشطارية ما علينا نأتي إلى المبعوث الأممي دكتور نجيبة المبعوث الأممي نجح في لحظة لحظة لو سمحت لحظة المبعوث الأممي نجح في مساعي العدو السعودي قرأ تنازل المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله قرأ من منظور أسكري فقط وظن السعودية أن الطريق إلى صنعاء دكتور نجيبة هذا الحوار ممتد خلال هذه الساعة وستكون هذه النقاط كلها من ضمن النقاط يريد ردا يا دكتور نجيبة سأجعلك تكملين فكرتك ولكن هناك ضيوف آخرين يريد أن أشكركم في هذا الحوار لو سمحتي لو سمحتي طيب تفضلي لو سمحتي قبل التوقيع على المبادرات قعل هادي وبحاح يعودوا إلى عدم وأطلق العسيري تصريحاته باقتراب ساعة الصفر ويصلوا إلى صنعاء ومن مأرب إلى باب المندب واصلت القوات الغازية ارتكابها من القرائم البشعة أخلص وبعدين هم يتكلموا الذي يريده وأنت لا تقول أنت طرف الحوار سنعود لك في شرح معذرة لا أستطيع أن أعطي الحوار فقط لطرف واحد دكتور نجيبة سامحيني في ذلك أستاذ عبد العزيز السيدة هنا تطرح تقول بأنه كيف من الاتهامات قدمتها للسعودية بأنها هي الطرف الأساسي المعنى بهذا الحوار ومن يمثلون الحكومة الشرعية ربما عبد الرب منصور هم فقط من ينفذون الأجندة السعودية ماذا ترد على هذا الكلام؟ طبعا لا يمكن القبول بمثل هذا الكلام الحكومة والشرعية اليمنية معروفة باعتراف دولي بقرارات أممية بأنها هي الممثل الوحيد للشعب اليمني والمعترف به قرارات الأمم المتحدة تقف مع التحاركات العربية التحالف العربي في اليمن العالم كله يجمع على أين الخطأ وبالتالي كل هذه الاتهامات والأحاديث غير صحيحة أما حكاية أنه عدم وجود إنجازات محاولة تقليل من إنجازات التحالف العربي هذه مفهومة تماما الآن 75% من اليمن تحت سلطة التحالف العربي الأمر الآخر والمهم جدا أن الحوثي وعلي عبدالله صالح هو من قبل بشروط الأمم المتحدة والذهاب لجنيف قبلوا بكل هذه الشروط الاختلاف هو فقط الآن أو التفاهم وليس المفاوضات المشاورات والتفاهم هو على آلية تنفيذ قرار الأمم المتحدة أما كلام السيدة المحترمة فهو كلام دعائي إنشائي فقط له لا تحليلي ولا أيضا يعرف تماما ما يحدث على أرض الواقع وعلى طاولة التبعث سيستاذ أحمد هل تؤيد هذه الفكرة بأن الحوثيون قد قدموا تنازلات أو قبلوا بهذا لأن هناك تقدم عسكري على الأرض بالنسبة لقوات التحالف وبالتالي هم مضطرون للقبول كنوع من المناورة السياسية في الحقيقة أعتقد ما قاله الأستاذ يعني فيه نوع من عدم الدقة ويحتاج إلى بعض التصحيح الأطراف السياسية اليمنية بما فيهم أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وكل القوى المتحالفة الوطنية قد أظهرت قبولها وتعاملها بإيجابية مع قرارة 2216 من شهر يونيو وقالوا ذلك في مبنى الأمم المتحدة لم ترد الإعلام أو وسائل الإعلام والعدوان أن تظهر ذلك للشعب لأن هناك أجندة للنظام السعودي كان يريد أن يمررها كان يريد أن يكسب وقت كان يظن أنه لا زال يستطيع أن يحقق ناصر عسكري استمرت المعركة إلى الآن نحن اليوم في الشهر السابع في الشهر السابع لو تلاحظي خريطة التواجد على الأرض تجد أن الجيش اليمني والأجيان الشعبية يسيطرون في عمق الأراضي السعودية على مساحة من الأرض السعودية أكثر من ما تسيطر عليها السعودية ومرتزقتها في المناطق الرخوة في اليمن على السواحل قريبة من مأرب اسمح لي أكمل عندي مبالغة وغير منطقية تماما لا تقاطعني لا تقاطعني لا بس عشان المشاهد يفهم يا سيدي طبعا نقطة منتازة 82 مقطع بتقنية HD من قناة المسيرة تثبت بدقة نقطة انطلاق المجموعة العسكرية حتى وصولها إلى البرج الأسكري بعد قتل السعوديين والدبابات وتدميرها تدمير كامل ثم تدمير البرج الأسكري ويحرصون حتى يكون طبعا لما أقول 82 اليوتيوب موجود يعني العلم الحربي ربما لا تقطعي فكرتي حتى أريد أن نصلها لمشاهد لما أقول أنها موجودة طبعا لما أقول موجودة على قناة المسيرة إذا موجودة على اليوتيوب يعني يستطيع المشاهد الآن خلال دقيقتين أن يكتب اقتحام موقع الشرفة الأسكري اقتحام الربوعة اقتحام الحثيرة اقتحام المخروق اقتحام كعب الجابري كل هذه المناطق مصورة لماذا؟ لأنه يعرفون أنه سيكون هناك مثلا هذا الكلام هذا كلام فارغ هذا كلام مبالغ فيه ولكنه بالله يا سيدي ليس لدينا متر نقيسة ولكنه والله مناطق اللي ذكرها الآن أنا لا أعرفها طبعا لا يعرفها أنا من أبناء صعدة أعرفها شبر شبران نحن أعرفها وبالتالي لا يا سيدي الفيديو يثبت خاصة عندما أظهر روحة السيارة العسكرية وإذا واخد هجم هجم على الحدود مركز عدودي يعني الألان الحربي ربما مركز سعودي أنا قلت سوى ساولية 82 بعد ربيني 82 مقطع عسكري تصبح صورة غامضة أكثر مما تتوضح ولكن يعني معلوم بأن ليست مسألة مسألة أخذ هذه الأرض أو هذه الأمتار حتى لو قلنا 75 مئة من يمتعة التحالي المسألة هي مسألة حل حل لهذه الدماء التي تنزف اليوم كم قتلتوا في تعز 22 أبرياء الذين قتلوا 75 علي أن تدخل فيما لا يعني أنتم تدخلتم في بلد نصرة للشعب اليمن لم يطلبكم أحد تدخل العرب نصروا فلسطين لماذا لا يحصلوا فلسطين يا كراء أستاذ أحمد وأستاذ عبد العزيز اسم حالي اسم حالي أنا أتقل لما أقول لما أعرف أنه لا أرود على إيسالة هنا أستاذ محمد الفقي نريد أن نشكوك هنا في الحوار وشكرا لصبرك معنا نريد أن نفهم موقف الرئيس هذه حقيقة يعني في البداية كان هناك رفض للتفاوض بعد ذلك تم قبول هذا التفاوض ولكن هل واضحة بالنسبة للمراقبين وللقريبين منه إذا ما كان قبوله مستند على أنه سيبقى في السلطة لأن هذه الحرب ربما بدأت وكان عنوانها إعادة الشرعية وشرعية نتحدث عن عبد الابو منصور هادي بسم الله الرحمن الرحيم أحييك وأحيي ضيوفك وأحيي أخوى المشاهدين في كل مكان نحن منذ البداية ونحن نناشد أخوانا الحوثيين والمخلوع بأن يستجيبوا للقرار الدولي 22-16 وأن ينفذوه يعني صونا للدماء ولكنهم مع الأسف بعد خرم ما الطال أن يقبلون بالقرار الدولي ويكتبون مذكرة طبعا نحن نعرف والكل يعرف أن هذه كلها مراوغات بعد أن تم الآن وصول قوات المقاومة والجيش الوطني والتحارف العربي أصبحوا على مشارف صنعة الآن أصبحوا قريبين من منطقة خولان التي هي تعتبر جزء من محافظة الصنعة فهم الآن يستجيبون ولكن مع الأسف يبدون حسن النية يبدون حسن النية أنا أرجو أن أفهم منك الموقف ليس فقط لماذا قبل الحوثيون أنا أريد أن أعرف منكم أنتم لماذا قبلتم بالنهاية أو الحكومة حكومة اليمنية الشرعية لماذا قبلت الآن التفاوض وهل هي موافقة إذن على فقط قرار مجلس الأمن أم أن المبادرة الخليجية ستكون طرفا فيه والنقاط السبع التي وضعها حوثيون في اتفاق مسقط كما يعرف عفوا أختي أستاذ رانيا أنا لست مبصل للحكومة أولا ثانيا أنا أدافع أنا أدافع عن الشعب اليمني الشعب اليمني الذي الآن يقتل في تعز يعني والله قرائم يندل هالجبين اليوم 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 تم قصفهم بصواريخ الكاتيوشا من قبل المقلوع والحوثيين في تعز على مناطق مدنية وأسواق عادية الحكومة هي معلية طبعا الحكومة لا بد أن تحافظ على الدماء والأموال والممتلكات وهذا يواجبها وهذا يواجب الشرعي لكن الجماعة هذه الميليشيا يعني سيد محمد سؤالي سؤالي متعلق بأنه حكومة الرئيس هادي لماذا قبلت الحوار الآن هل هي موافقة لأن قرار مجلس الأمن والخطة التي وضعها المبعوث الأممي لا تشير بأي طريقة أو بأخرى إلى مصر الرئيس هادي هل برأيك وبحسب فهمك للموقف بأنه سيقبل أن تكون هناك توافقات في المستقبل دون أن يكون هو رئيسا لليمن أولا كان هناك أخبار بأن المبعوث الأممي قد قدم ضمانات طبعا نحن لا نعرف ما نوع هذه الضمانات لتنفيذ هذا القرار الدولي ثانيا الرئيس هادي هو رئيس مؤقت وليس رئيس دائم وإنما المستقبل هو المفروض يقود السفينة حتى تتم تحرير اليمن وإقراء انتخابات حرة ونزيها ولينجح من يكون أما أنه يكون يعني إقرام متواصل ولعب على القرارات الدولية وعلى المنظمات الدولية بأنهم يقبلون فهذه مشكلة كبيرة والناس تعاني في تعز من إقرامهم طيب السيد محمد يعني معذرة نريد أن نذهب ونستعرض جانبا من التساؤلات بعض المواطنين اليمنيين بشأن المفاوضات المرتقبة بين أطراف الأزمة في اليمن وصلت أولا الأطراف هذه إلى قنعة بضرورة المفاوضات أمنه العملية لا تعنيها لأنه الشعب اليمني عانى الكثير يعني ومطلوب من كل الأطراف يعني يكون عنده مسؤولية فعلا مسؤولية أخلاقية أمام الله وأمام الشعب هذا سؤالي هل جميع الأطراف اليمنية من ضمنها الحكومة الحوثي والحكومة الشرعية هل لهم الرغبة الحقيقية في تخريج اليمن من الأزمة الحالية الذي الشعب هو المتضرر الأساسي فيها سؤالي لأمم التحدة هل هناك أطراف تضغط عليها لتأجيل أو تأخير الحوار والتلاعب فيه من الذي سوف يعوض المتضررين من الحرب في اليمن بعد الاتفاق الذي سوف يتم في جنيف سؤالي هل المؤتمر الذي سيعقد في جنيف سيصل إلى حال سؤالي للمتحاورين في الأمم المتحدة في جنيف هل سيكون هذا الحوار هو الحاسم أم سيعودون أطراف الصراع إلى الحرب سؤالي للجميع عن ماذا تتحدثون وبإسم من ويجب أن تعود جميعا بأننا نحن أهل اليمن قادرون على أن نخرج من كل الزمات لأننا نملك حكمة ونملك أرض نحبها ونملك حقيقة وواقع ونستطيع أن نصنع مستقبل ظاهر دكتور نجيبة أبدأ مرة أخرى والعودة لك في هذا السؤال مسألة رئيس علي عبد الله صالح في حديثه الأخير بدأ وكأنه مستعد للتنازل عن أي مستقبل سياسي له على الأقل في قيادة المؤتمر الشعب العام هل تؤكدنا لنا هذه الحقيقة؟ شوفي عزيزتي أولا ضيفك الكريم يجب أن يحترم نفسه لا يقول مخلوع ثانيا أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام تعاطوا إيقابيا مع الحلول التي تحد من معاناة اليمنيين وتنازلات المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله لا يقل شجاعة عن خوضهم لمعركة الكرامة والدفاع عن سيادة الوطن وأن تسلحهم بإرادة شعبية لن تنكسر بالرغم من بربرية العدوان والقرائم المتواصلة ما يقارب سبعة أشهر وهذا الشهر الثامن وما صاحب هذا العدوان من خمسة ألف شهيد وأكثر من ستعشر ألف قريح تهدمت منازل المواطنين دمار شامل البناء التحتية استخدم العدوان كل أنواع الأسلحة ما حدث اليوم كما قلت في الساعة الثامنة صباحا السعودية تضرب قنابل انشطارية محرمة دوليا في قصف المدنيين في سعود نريد أن نضي قدما هناك نورات سياسية لتخطيق أهداف ثانوية من يفرض من يفرض من هو في الأرض والباسط على الأرض وصاحب القرار ليس من يحكم وهو في الرياض أو هو مغترد ومع ذلك قبلت قبل الحوثيون وقبل معهم صالحة بها والحوار مع الحكومة التي تزجز هذه النقطة تجاوزنا أريد أن نتحدث عن مصير الرئيس علي عبدالله صالح أو الرئيس السابق علي عبدالله صالح هل سيقبل أن يكون خارج أي اتفاق سياسي مقبل سيقبل إنما هناك سيقبل لكن هناك قرائم كبرى بحق الإنسانية يجب أن يأخذوا في الحساب ويأخذوا مرتكبها إلى هاي والذي سيكون على رأسهم لاهي وزعماء التحالف وبعض الأطراف الداخلية الذي ارتكبت القاتل والساحل في الداخل أما عن الحصانة الحصانة لا يمكن أن تناقش لأنه الذي يفرضها هو الشعب اليمني ولا تفرضها الأمم فالاجتماع القادم في جنيه ولكن هناك قرارات المتحدة التي قبل صالح بشرطها هي تفرض عقوبات عليه ومن ضمنها رفع الحصانة لا تقرروا الحصانة يقرروا الشعب نفسه لا تقرروا الأمم قلت سين قح الحوار في جنيف إذا كان هناك إسرار من الأمم المتحدة بخروج اليمنين أيضا حل نقطة الخلاف حل نقطة الخلاف الذي أجاءت من طرف سلمان سلمان يقول انسحاب القيش اليمني من نقران من عسير ومن جيزان هذا ما يهم سلمان لذلك أتوقع إذا فشلت السعودية أو أفشلت السعودية في الحوار سينفك الحصار ويفشل التحالف لكن السؤال أوقهه لضيوفك وخاصة للنظام السعودي من هو المستفيد من الحرب اليمنية أليست إيران إيران هي المستفيدة أولا التوقيع للملف النووي اثنين معرفة الإيرانيين للقدرات السعودية والعسكرية ثلاثة إيران أخذت منظومة صواريخ من روسيا وصواريخ الباليستيات طورتها أيضا إيران أظهرت التحالف السعودي دكتورة دكتورة يعني نجيب عنتي حقيقة يعني تتشاعبين وتضعين زوايا أخرى من الحوار سيد عبد العزيز مرة الأخرى تقول يعني الخصب الآن مستفيد من هذه الحرب وبأن السعودية يعني هي الآن تخشى على وضعها ولذلك ربما دعمت هذا مفتوم كلامي بينها ربما دعمت أن يقبل الرئيس هذه التفاوض يبدو أن الخصم الإيراني مستفيد والدليل فزعة والدليل تصريحاته المتشنجة والدليل هذا الضعف الذي ظهر به وظهر فيه حينما لم يستطع أن يقف مع جماعة أنصار الله الذين هم هو من دربهم وهو من سلحهم وآخر الذي يكتشف الشحنات الأسلحة التي اكتشفت قادمة من إيران لليمن وقبل يومين أيضا تم اكتشاف قارب مليء بالأسلحة أو سفينة مليئة بالأسلحة الأمر واضح تماما أن أنصار الله تعمل تحت إشراف الحرس الثوري اليمني وتحت تدريبه واضح تماما حديث المسؤولين الإيرانيين حول أنهم وصلوا للعاصمة الرابعة عربيا وهي صنعة وصاروا يحكمونها حينما دخل الحثيين صنعة واضح واضح تماما أن إيران خسرت بسبب عاصفة الحزم وأيضا وجدت وهذا مهم وماذا كسبت السعودية كسبت أولا موقف حازم أثبت القوى العسكرية واثبت أن هناك إرادة عربية حرة عربية وشدد على عربية وليس الفارسية ولكن لا ترى من السعودية لوحدها حدثنا معها الإمارات ولكن الدماء الخليجية ومعها السودان ومعها قطر ومعها الكويت ومعها مسألة استقدام استقدام الألف من جنود السودانين هل هذا يدل على موقع قوة في التقدم أم يدل على أن عندما تبع تعجزات عسكرية يعني بأن العملية العسكرية صعبة الطائرات السودانية شاركت منذ اليوم الأول الطائرات المصرية شاركت منذ اليوم الأول التحدث عن قوات برية التطور العمل العسكري يستوجد أيضا أن يكون هناك تأمين لعدن هم أتوا لتأمين عدن أيضا تأمين المدن لننظر إلى الخارطة العسكرية حينما تحتاج للتحالف يحتاج التحالف إلى وفوت قوات أكثر سوف تفد هذه القوات هناك عمل عربي منظم وهذا ما تخشى إيران ويخشى أذناب إيران من الذين أخفقوا في السيطرة على عاصمة عربية وبلد عربي أما حكاية المخلوع وغيرها المخلوع تحالف مع الحوثي يعتقد أنه سوف ينجو باليمن لمصلحته سوف يحصل على كعكة كاملة بدون الشرعية وخسر والآن يخسر أكثر والآن يذهب إلى جنيف خانعا ويرى الشروط موضوع أمامه لكن الآن البحث للآليات هل الناس يذهبون لتفاوض هذه المرة على أمل بأنه يكون هناك حل سياسي فعلا أم هي فقط مناورة سياسية حقيقة أرجو أدم المقاطع عندما أتحدث فقط أؤكد أنه من شهر يونيو القوى اليمنية الوطنية أظهرت أمام العالم أنها مستعدة للتعاطي بإيجابية مع قرار 2216 ومن عطل ذلك كان هو السعودية ثلاث مرات مثل ما قلت في تقريركم في مسقط المرة الأولى لم يحضر وفد هادي المقاطع الثانية جاء وفد من الاستخبارات السعودية ضعيف المستوى المرة الثالثة والأخيرة حضر وفد جيد من السعوديين لا يوجد لدى السعودية شوفي آخر طرف في العالم يريد أن يكون هناك حل في اليمن أو تسوية بين اليمنين والسعودية لماذا؟ إذا صار حل سياسي وتصالح اليمنيين وتحاوروا ستكون الخطوة الثانية هي عبارة عن انتخابات انتخابات رئاسية تشكيل بناء مؤسسات الدولة بالتالي ستكون السعودية قد أعطت شرعية لتلك القوى التي تمثل 95% من الشعب اليمني المناهضة للعدوان و5% المتحالفة مع السعودية بالتالي ستكون السعودية وقعت صك شرعي وقطعت كل أذرع الهيمنة السعودية في اليمن بالتالي من رأيي أن أفق الحل السياسي ضيقة جدا بل تكاد تكون معدومة لماذا؟ لأن السعودية لم تصرف لحظة لا تقاطعني لم تصرف يعني أكثر من 40 مليار دولار و7 أشهر و11 دولة من التحالف وتدعمها أربع ميزانيات دول نفطية لكي تحترق اليمنين في الأخير يتفاوضوا ويتصالحوا لأنها تعلم أن القوة الشعبية على الأرض يعني القوة الشعبية والوحدة الداخلية بين الشعب اليمني أصبحت بيد أنصار الله والمؤتمر ومن بتحالف عاهم من قوة المناهضة للعدوان والدليل على ذلك اضطرت السعودية أن تشتري مرتزقة من السودان لم تجد من يؤيدها على الأرض من مؤتمرها يا سيدي المرتزق الذي يأتي بفلوس هذا شعب عربي حول أنا احترم الشعب لا في الاحترم من مرتزق هذا شعب جاء منها حوالة هذا رأيك إيران جنبك إيران جنبك على مينك ما شفتها سيدتي إسمعيني إيران جنبك يذهب إلى فاصل قصير ونوصل بعد هذا الحوال من برنامج حديث الساعة مشاهدين ومستمعين ظلوا معنا نيل ومصنع هرم ومصرح ومصريون يعيشون بتوقيت مصر وبتوقيت مصر سأكون معكم أنا نوران سلام في بي بي سي على دلعون يا دلعوني غني حبي وانسجي وفي الأمالي عشو كيفية أحكى على حربة بنا مفرش كيفية أحكى على شاشة بي بي سي مرحبا بكم مشاهدينا من جديد وحلقة اليوم برنامج حديث الساعة والتي تتناول أفاق الحل السياسي في اليمن ولكن قبل أن نستأنف في هذا الحوار نستعرض تساؤلات بعض المواطنين اليابانين والأطراف المعنية بالأزمة في اليمن الحكومة اليمنية في الرياض لماذا تفضلوا مصلحتكم الخاصة عن مصلحة الوضن لماذا تفضلوا الكراسي عن البلد أحب أن أوجه سؤال إلى المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله مثلا بالحوثي إلى مثاء سؤالي أوجهه للأطراف اليمنية التي موجودة في السعودية هل القرارات التي سيتخدونها قرارات لا تمليها عليهم السعودية أم سينتظرونا للسعودية حتى تقرر بدلهم سؤالي موجه للحوثيون أو السيد عبد الملك الحوثي هل سيتم إقاف العمليات العسكرية الداخلية والخارجية بعد التفاوض الذي سيقام في جنيف ما هذا الشهر وجه سؤال إلى كافة الجهات الموجودة في اليمن وخارج اليمن إلى متى رعاية الصراع أطرح سؤال لكل الجهات المتنازعة ولكل الأطراف هل الحرب يعني هل أدت إلى مكاسب معينة للطرف من الأطراف؟ هل أدت إلى نتيجة؟ هل أثمرت بشيء؟ سؤالي أن الشعب اليمني خلاص ما عفش حيل ضبحانين تعبانين متى ايجة الأزمة لا حتى متى؟ البلد وصل إلى مرحلة سيئة جدا الشعب وصل إلى حالة منهارة جدا الحالة الإنسانية سيئة في هذا البلد نريد حل جذري للمشكلة وحل نهائي مشاهدين أعود بكم مباشرة إلى هذا الحوار ولكن قبل ذلك أن نتحفظ على بعض العبارات التي برزت من ضيوفنا هنا بالحديث عن الجيش السوداني وأن أفرادهم ارتزق هذه بي بي سي تتحفظ عليها ولكن هذا ليس موضوع حوارنا أستاذ محمد الفقيه نريد أن نفهم منك بالنسبة للرئيس هادي بحسب فهمك مرة أخرى هل يذهب إلى هذا الحوار بنية التواصل لحل سياسي بالفعل ينهي الحرب في اليمن أم هي حركة تكتيكية نتيجة للضغط الممارس عليه من قبل المجتمع الدولي وربما من قبل أطراف يابنية وخليجية أيضا حسب فهمي أن الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي لا بد أن يذهب لأي مفاوضة تأتي بثمار تنقذ المواطنين وتخرج البلاد إلى بر الأمان لكن قبل أن أدخل في هذا الموضوع أريد على قضية المخلوع اليوم أيضا اجتمعت قيادات المؤتمر الشعبي العام في الرياض وتم برئاسة الرئيس هادي وتم تصديق على خلع علي عبد الله صالح من المؤتمر وترشيح الرئيس عبد الرب ومصر هادي رئيسا للمؤتمر أيضا بالنسبة للمحافظ مالب يعلن بأن هناك تم أسرى إيرانيين قيادات كضباط كبيرة ومن حزب الله أيضا وسوف يتم إعلان أسماهم الأخت نجيبة تتكلم عن التفجيرات ولا تعرف أن الحوثيين هم من يفجروا المنازل والبيوت أكثر من 600 منزل للمعارضين تم تفجيرها أمام عيون الكاميرات أيضا تفجير المدارس والمستشفى مسألة المعطيات الميدانية على الأرض هذا موضوع نناقشه في الأخبار كل يوم موضوع حديث اليوم هو عن التفاوض مستقبل الحل السياسي والعسكري أيضا في اليمن أعود لك دكتور نجيبة أعطيني بس وقته الكافي أعطي الموضوع حقه أي مفاوضات الدولة أو الحكومة الشرعية ستأخذها ستكون مبنية على المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني والقرار الأممي 22-16 وبدون أي شقيد أو شرط من أي ميليشيا إجرامية تتعيث بالأرض فسادا هذه هي الطريقة التي ممكن لكن الميليشيا والمخلوع تعودوا أنهم يمارسوا التقية أو التقية الإيرانية التي تظهر وما لا تبطن هي موافقة دكتور نجيبة أذهب إليك بهذا الكلام هل الرئيس صالح والحوثيون هم على قلب رجل واحد في هذه المفاوضات بمعنى هناك تحالف عسكري بينهما أم تحالف سياسي وعسكري وأنا أعرف أنك تريدين أن تجيبين على ما قاله سيد محمد فقي أريد أن أقول يا عزيزتي المؤتمر الشعبي العام والأنصار الله تحالفهم من أجل الدفاع عن الوطن تحالف سياسي وعسكري أم تحالف عسكري فقط تحالفهم سياسي من أجل الدفاع عن الوطن هذا واحد الشيء الثاني ما أريد أيضا أن أقوله أن إذا استمر الصراع السنوات كفيلة بأن يتحول العالم إلى شيء لماذا؟ احتمالات بانقرار المنطقة إلى حرب سنية وشعية كبرى شاملة خلف ماذا؟ خلف الصراعات التي بين المحور السعودي وبين المحور الإرياني من المحتمل وخصوصا أن الطابع المذهبي السني الشيعي الذي تتخذه الحرب السعودية على الحوثيين في اليمن يطغى على ما عاده أريد أن أقول أيضا كلمة إضافة الحرب السعودية مهما كانت قوتهم الأسكرية لا يمكن أن تحقق انتصارات في الأرض ولكن حققوا في عدن في مدن كثيرة الآن أصبحت تتسارتهم حققوا دمار صحيح صحيح هم حققوا دمار حققوا قتلى حققوا هذا الذي حققوه أما غير ذلك لم يحققوا شيء في الأرض وغير ما يدعي ضيفك الكريم طيب أستاذ أحمد يعني أريد أن أفهمك هذه النقطة نفسها أو السؤال نفسه الذي سئلته لدكتورة نجيبة فيما يخص التحالف مع صالح هل هو التحالف مرحلي بمعنى أنه سياسي عسكري كون ربما صالح شعر بأنه قد طرد من جنة السعودية التي كان ابنها سابقا والآن وجد ملجأ لدى الحوثيين وبخص هذا التفاوض هل هم ذهبون وهم على قلب رجل واحد بأن أي اتفاق ربما يذهب بصالح إلى مكان آخر غير الذي يريده سيقبل به برأيك شوفي يا سيدتي بالنسبة للتحالف الصالحي الحوثي سأختصره هكذا التحالف بينهم هو التحالف سياسي فرضه واقع العدوان أي لم يكن بينهم تنسيق سابق أما بالنسبة للتحالف العسكري فعلي عبدالله صالح وبلسانه هو وكما نعرف نحن ويعرف الجميع وحد دول الخليج تعرف ذلك لا يمتلك لا وزارة مالية ولا وزارة الدفاع ولا وزارة الداخلية وليس لديه سيطرة على أي شيء هو خرج من المشهد السياسي من 2011 واستلمها علي عبدالربو ثلاث سنوات انتهى الموضوع خارج اللعبة تماما وترفى بذلك هو وهذا هو الواقع على الأرض من يسيدك الآن على القوة العسكرية تماما هي لجنة الثورية العليا التي يسيطر العمود الفقري لها أنصار الله هذا شيء واضح ومفروغ منه النقطة الثانية عندما قلت انسحبوا من عدن أو أن القوات التحالف سيطرت على عدن أريد أن أخبرك شيء حتى تفهم النقطة الأخرى مأرب الحرب الآن العدوان السعودي له سبع شهر هل تعلمين أن الحرب في مأرب لها أكثر من سنة وشهرين تقريبا هناك مجامع من حزب اللي صلاح تمويلهم السعودية من زمان ويحارب الجيش اليمني هناك إنما دخلت السعودية الآن معهم لتسندهم بالتالي لماذا لا يوجد هناك أي تقدم المعركة بين كرر وفر في مأرب لم يتجاوزوها لم يتحركوا من صحن الجن إلى كوفل إلى صرواح في نفس المناطق أما في عدن انسحب أنصار الله انسحاب تام يعني قرار انسحاب يعني لم يبقوا هناك ويراوحوا مثل ما يحصل في عدن بين كرر وفر لا لنسحب انسحاب كامل حتى يقول الجنوبيين قلتم أو قال لكم العدوان في وسائل الإعلام نحن جزء من المشكلة لا نحن جزء من الحل ولسنا جزء من المشكلة ولكن لم يتعرف الحوثيون حين عندما تمت سطل العدن لم يتعرف انسحاب إلا بعدما أصبحت أمرا واقعا وجاءت الحكومة وجلست في عدن وكل ذلك بالضبط هم رحبوا بنقطة من هذا تعلم لماذا وجود الجيش الإماراتي أو الجيش السعودي يعني نوعا ما أحسن من وصول القاعدة يعني نتمنى لأننا كنا نظن أن هناك تحالف مع الحراك الجنوبي أن الحراك الجنوبي هو أهم جهة أو أقوى جهة أو أصلح جهة تستطيع أن تتولى أمر البلد في الجنوب وبالذات أدن فإذا كان هناك إذا كان سيصار إلى أن يستلم الحراك الجنوبي الجنوب فبها ونعمة ولكن أن تترك فراغا لا فيها حراك جنوبي ولا حوتيين ولا جيش ولا كذا ثم لأنها ستكون مكان مناسب للقاعدة بس تعيني أوضح يجب أن تعلمي أن أو يعلم الجمهور أن السعودية الخطة ألف انتهت عندها وبدأت الآن إلى الخطة ألف سأخبرك بالخطة ألف أولا باختصار الخطة ألف كانت تظن أنها في عاصفة الحازب بمجرد قصف بهول بالطيران كما قال العسيلي في أول يومين نحن قضينا على 85 من القوى العسكرية بدعم مرتزقة من هنا ما هناك سيصار إلى زرع أذرع سعودية مرة ثانية في اليمن والهيمن عليها سياسيا كما كانت قبل 45 سنة انهارت الخطة هذا بشكل ذريع الآن انتقلت الخطة باء الخطة باء هي داعشانات الجنوب الآن المناطق التي يسيطر عليها داعش والقاعدة لم يصلها صاره واحد طول السبع أشهر ولوق الغرض المناطق التي يسيطر عليها الآن لأنه بعد أن سحب أنصار الله والجيش من الجنوب أصبح هناك فراغات وتحققت النبوة التي قلناها يسيطر اللحظة في أبيان محارضة أبيان عاصمة هازنجبار يوم الأربعاء الماضي رفعت أعلام داعش على مجمع الحكومي يعني مسألة تحالف السعودي وتنظيم الدولة الإسلامية هذا سؤال كبير وليست هناك له دلاء الحقيقية لكن يستاذ عبد العزيز أنا سأقول لك لماذا لأن هذه هي القوة المؤدلجة القوة المؤدلجة التي ممكن أن تواجه سيمكر شي طبيعي لا أنا مبسوط من تحليلك تحليلها غريب جدا أولا هو يقول أنه كويس لهم أن يكون فيه الجيش السعودي والإماراتي حتى لا يكون فيه داعش وبعد شوية يقولون أنهم ما يضربون داعش داعش نسيت عمليتها في عدن حينما ضربت سيدي الفكرة داعش من نجل طالع يعني أقول حتى تتياهل لقطة داعش على تقتل في السعودية كل سوء وهذا مرة أسألك يا صدى عبد العزيز عبد العزيز مسألة مثل التكلفة العسكرية التكلفة العسكرية على السعودية أصبحت باهظة هناك من يرى بأن التكلفة العسكرية على السعودية أصبحت باهظة الثمن بحيث أنها المواقع التي حققتها في عدن الآن أصبحت تتنافس فيها تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة بالإضافة إلى ما بقي ربما مولينا للحوثيين طيب وبجانب الآخر تقاتل على جبهات داخل السعودية نفسها يعني الآن هناك حسينية ضربت قبل أيام من قبل تنظيم الدولة وأيضا مناطق نجران وعسير أيضا تشهد حربنا ضد أمنية بين الآونة والأخرى حربنا كعرب ضد الإرهاب بسنته وشيعته بعنصار الله وداعش بكل الفئات المتطرفة والمتعصبة مستمرة هذه الحرب مستمرة وستظل مستمرة وسترخص لها الأموال والأنفس الأموال ليست مقياس الآن نحن في عراق وفي الصراع حياة أو موت مع الحركات المتطرفة السنية والشيعية الآن تعتقر بأن السعودية دخلت هذه الحرب بسبب صراع مذهبي وليس صراع من أجل إعادة عام سنة وشيعة لا يوجد عندنا حرب الحين شيعاتنا يقتلون في السعودية ونحن من نحميهم إذا اعتبرنا نتكلم عن النظام فنقول هذا النظام السعودي يحمي شيعته وسنته مع بعض لا يوجد تفريق بين أي مواطن ولا يوجد تفريق بين يمني شيعي وبين يمني سني لا تنسي أن السعودية هي كانت في السابق ولا تزال مع الحق ومع المنطق ومع العقل في اليمن علي عبدالله صالح علي عبدالله صالح كان صديق للسعودية هل فكرت السعودية أنه هو زيدي أو سني هل فكرت بمذهبة لا نفكر بمصالحنا كعرب حينما دخلت إيران على الخط وحينما بدأت المغامرة الحوثية في الاستيلاء على صنعاء وتسليمها للطرف الإيراني تدخل التحالف العربي نحن لا نتكلم عن السعودية هنا من رأي قلوا السعودية من رأي قلوا الإمارات من رأي قلوا السودان نحن نتكلم عن عرب عرب تدخلوا عرب تدخلوا ليش ما تدخلوا直接imiento شوفها الهروب الهروب السريعة الهروب السريعة أنتوا أنصر الله اللي تقولون الموت لإسرائيل الموت لأمريكي عمركم عملاد أعملية ولا عملت أعملية ما استلمنا دولة استلمت اليمن ولا عملت أعملية ضدها بعد عكس كانوا يحمون السفارة الأمريكية اللي كانوا يطلبون الموت ما بنى يملي ما بنى ايش في حجارة قومة دمرة المهم التناقض التناقض المسألة هي مسألة الشرعية اليمنية يجب أن تعود اليمن والحل السياسي البعيد عن الفتن وبعيد عن القتل لم يتدخل التحالف العربي إلا لما بدأت المجازر في صنعاء في عمران في تعز في عدن في كل مكان والشواهد موجودة وكل القراءة موجودة تدخل العرب ولم يتدخل السعودية فقط ولم تدخل الإمارات فقط ولا السعودية ولا إمارات فقط العرب تدخلوا بالتحالف العربي بقيادة السعودية طيب أستاذ محمد نفهم منك الآن وفقا للمعطيات الموجودة هل الحوار هذه المرة بنهاية هذا الشهر سيكون بالفعل مخرج حقيقي للأزمة السياسية والعسكرية الدائرة في اليمن؟ والله المؤشرات حقيقة تعكس أو تؤدي إلى نتائج عكسية لأن الآن الإجرام في تعز ليس له حدود الإجرام في تعز الذي جاءت منه الدكتورة نجيبة والمفروض أنها تدفع عنها التعز ثانيا أريد أن أقول أن في اليمن ليس في شيعة اليمن فيها الزيدية وشافعية والزيدية هما لا يبعدون كثيرا عن الشافعية وشوية بليشيا جاءت بالشيعة أو تحملت إيران وربطت مصيرها بمصير المخلوع وهم الآن وقليل من الهاشميين هم من ربطوا مصيرا بمصير إيران والمخلوع وسيدفعون الثمن سيد محمد أريد أن أعلق على نقطة عفوا القاعدة في اليمن هي قاعدة المخلوع علي صالح وداعش في اليمن هي داعش علي صالح والحوذي هو كارتل المخلوع كان يريد أن يستخدمه ليستعيد السلطة مرة قراء وأغرق اليمن وغرق المنطقة وباع المنطقة والباع اليمن هذا الكلام ربما يبدو غير منطقي رجل تقول بأنه الشعب اليمني طرده وتسميه المخلوع لا أعرف هل بمعنى المصطلح نفهمه نحن كصحفيين عرب أم المصطلح اليمني والمخلوع المجنون فإذا أرجوك أن توضح لهذه النقطة ليس مضموها المخلوع الذي خلع من السلطة والمخلوع الذي خلع من المؤتمر الشعبي العام ليس ذمه وليس سباه هي واقع دعنا نتحدث في إطار هذا الحوار أيضا لكن هذه تفصيلة سمعتها من أحد اليمنيين وربما أردت استضاحها حتى نكون ضد طرف ضد آخر طيب سيدة نجيبا الآن بما أن الرئيس صالح يمسك بخيوط اللعبة كلها في اليمن تقريبا إذا كان تنظيم الدولة بحسب ملق المحمد بيده إذا كان القاعدة بيده أيضا الحوثيون الآن بطريقة بأخرى هم معه وهم كانوا على حرب معه في سابق سطح حروب خاضر ضدهم اليوم هم حلفاء ومدافعين عنه كما نلاحظ في كل المنابر التي تحدثون فيها الآن لماذا لا يحصل تفاوض حقيقي بين الرئيس ربما علي عبدالله صالح والرئيس عبدربو منصور هادي لإيجاد حل هذه الأزمة دون إشرت كل هذه الأطراف في اليمن أولا يا عزيزتي بالنسبة للرئيس السابق علي عبدالله صالح لم يعد في السلطة وليس له أي دخل بالسلطة أما أنه يضع تعاون مع الرئيس هادي لا يمكن بعد السماء عن الأرض أنه يضع إيده بيد إنسان استدعى الخارج لضرب شعبه ثانيا لكلمة اليمن يا عزيزتي لم تسيء للكويت ولا للسعودية ولا لقطر ولم تحاول الانقلاب على المغرب ولعل البشيري في السودان أقول للدول التي أرسلت قواتها أنها ستدفع فاتوراتها باهضة في اليمن هنا تسابق هذه الدول لإرسالها لليمن يمثل منتهى الاستخفاف بالسيادة اليمنية السعودية تريد أن تكون لها شيء كبير ضحت باليمن السعودية ليس لها أهداف وليس لها استراتيجية لكن بروز عضلاتها فقط أمام الشعب اليمني الفقير وهي في الحقيقة تعمل على تنفيذ أجندات أمريكية خدمة للكيان الصهيوني هل دخلت اليمن حرب مثلاً مع إسرائيل في السابق؟ لماذا تنفذ السعودية أجندة إسرائيلية؟ السعودية من أجل هذه يريد لها حلقة كاملة ساعتين أو ثلاثة لا يأتي بإلا الأشرة الأدقاء أما ما هو الآن الانتهاء الحرب إن شاء الله في جنيف وستتفق كل الأطراف طيب أصد عبد العزيز يعني يريد أنك رد أن تلقونا فأنت بدأت بالرد يعني أول شيء الأخت جاسة في الأردن الأردن حليف للسعودية في هذه الحرب وضمن التحالف العربي الأمر الآخر أولاً لم أعطي الأردن حباً في الأردن لو سمحتي لي يعني ليس نقاشنا ويوجدك أين في الأردن أو في أي مكان في الآخر هذا ليس موضوعنا العقل والحكمة لا نبدأ في توجيه التهم لبعض المهم هو الوصول إلى حل سياسي وحل معقول يحقن الدماء لا يوجد من يعشق هذه الحرب ويريدها بها هل نضجت لدى السعودية رؤية الحل السياسي كونها هي التي كانت ترفض التفاوض الآن قبلت التفاوض بطريقة أو بأخرى المسألة ليست قرار سعودية المسألة شرعية يمنية مضبوط ومغتصبة للشرعية اليمنية مغتصبين للحكم هناك معروف تماماً من حوصر في قصره ومن سجن ومن مارسل بالقوة ودخل صنعاء بالقوة وفرض الحل العسكري وفرضه بكل القتل والمجازر والخلع وتهديم البيوت وجميع الجرائع كل هذه الإحداث شاهدناها وتابع لها الآن نتحدث هم سيذهبون إلى جنف إذن هم اعترفوا تماماً أن قرار الأمم المتحدة وقرار المجتمع الدولي هو الصحيح ولكن هذا القرار في مضامني ليس هناك وضوح لموقع الرئيس هادي في أي حكومة مؤقتة أو حكومة واحدة وطنية الشرعية اليمنية مكان موجودة يأتي هاتي أو يأتي غيرها وله هادي موجود وسيكون موجود وإذا اختاروا اليمنين غيرها ممكن يذهبون إلى حلول سياسية تؤدي إلى أن تبقى الشرعية ولا يقتصب الحكم بالقوة أي طرف لا حوثي ولا علي عبدالله صالح أما حديث الأخت على أن علي عبدالله صالح لا أظن أن الطفل يراقب الأخبار ويعرف الوضع اليمني يستطيع أن يصدق هذا الكلام علي عبدالله صالح وجيشه السابق والأجنح التي انشقت عن الشرعية وبتبعيتها لعلي عبدالله صالح هي التي تقتل الآن في اليمن يعني حوثيين بقلتهم بالكل حقاتهم هم اللي يسيطرين هم اللي يقاتلون الآن لا نحن لا ترقنا التماغ سيد أحمد بما يخص الحوار الآن والذهبون إليه هل يذهبون بأجندة واضحة لأن هناك ما يتحدث بين النقاط السبع لم يرفض الحوثيين أو لم يتنازلوا عنها وهناك جهات أخرى تقول لا بالعكس تنازلوا عنها ولذلك هم قابل الحوار بدون أي شرط مسبق يا سيدتي القرار أو الذهاب إلى جنيف يعني هو رغبة قد أكدت عليها القوة السياسية الوطنية منذ يونيوم بدون أي قيد أو شرط إنما النقاط السبع التي طرحت يعني كتوضيح عندما يقال مثلا يجب أن قادا أن تتسحبوا من المدن أتركها المين يعني أتركها المين يعني سؤال منطقي تركها الأهلة يا أخي تركها الأهلة جاي من صاعدة جاي من صاعدة طبعا هذه النقطة هي دعاية جميلة تريها في كل القنوات المؤيدة للعدوان يريدون أن يوهم الشعب اليمني طيب تسمح لي تكلم يريد أن يوهم الشعب اليمني أن هناك فئة جت من صعدة وهب هجمت على اليمن يعني يستغفلون عقل المواطن لا يعلمون أن هل تسمح لي أن أكمل يعني مش مابول طيب وبعد أنا ساكت حتى تكمل إذا كملت قل لي طيب فهم يريدون يعني أن يتجاهلوا أو يخففوا من أن أنصار الله موجودين في كل مكان موجود في اليمن من صنعاء من الجوف من كل محافظة فيه من أنصار الله لا يستطيع بالعقل لا يستطيع 2% من الشعب اليمني أن يسيطر على شعب كامل مسلح بقبائل بكذا هذا كلام غير صحيح الجهة الأخرى يعني هم يعلمون أن الجيش الجيش اليمني قد سلمه على عبدالله صالح عام 2011 وهيكله الأردنيون والمغاربة والأمريكان والسعوديين ما أخلوا ولا أبقوا تمام رفعوا جابوا ناس حتى قيادات موالية لهم عموما نرجع للحوار أن السعودية متورطة حد النخاع في هذه الأزمة ولا يمكن أن تقبل إنما هنا الآن تحاول أن تناوري تكسب وقت فقط أما أن يعني تريد أن تفهم هذا معكوس أيضا يقول البدن الحسين يريد أن يكسب وقت يكسب وقت ماذا ماذا يفعل يكسب قصف على رأسه ولكن لن نبقى في إطار هذا النقطة نذهب إلى الأستاذ من متورر يتقهطر يا سيدتي الذي يريد الحوار أو الذي يريد الحل هو من يتلقى القصف على رأسه يريد حل بأقرب وسيلة ولكن السعودية مش معقول أنها بعد لحظة بعد ما تثقف كل هذه الصرفيات تجد خلي الأمن يتصالح دائما ترحظون عن المال المال مش مهم الدم هو المهم طيب أستاذ محمد يعني حلوة عجبني ردة عليها على أنه على عبدالله صالح هو اللي موجود في المعركة أستاذ محمد بالنسبة لفريق الحكومة الشرعية الذي باهب لدى الحوار هل سيدهب بوجهة نظرك بخطة واضحة بألية معينة أم أنه سيستشف الموقف من طاولة المفاوضات وبعدها يقرر ماذا يريد حسب علمي أنه قد تم تشكيل فريق فني للمشاركة بالإعداد للمفاوضات جنيف لكن في الواقع نحن ندعو إخواننا الحوثيين العقلاء أن يجنبوا أنفسهم والبلاد كثير من الدماء أما علي صالح والذين تورطوا بالدماء لو تعلقوا بأستاذ الكعبة لن يغفر اليمنيون لهم إقرامهم فاليمنيين كلهم سيطالبون بمحاكمة المقرمين سواء كان من الحوثيين أو علي صالح سواء بمفاوضات هذه أو بغيرها الإقرام الذي يستمر سيسجل ويضاف إلى سجل المل الأسود وسيحاسبون عليه نعجل نماجل هذا ما يقوله كل جمني في الداخل والخارج ولو كان القاضي محمد محمد مطهر حيا لا دافع عن أهل تعز ولكن مع الأسف طيب دكتورة نجيبة بالنسبة للرئيس صالح وللمؤتمر الشعبي العام هل هو ذهب هذه المفاوضات وسيقبل أي نتيجة كانت المؤتمر وأنصار الله موافقين بحيث أنها تعود حكومة بحاح تعود إلى ممارسة إلى مهامه لمدة لا تتقاوز الستين يوم هذا ما اتفقوا عليه ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية وبطريقة لتنتاكل الدستور هذه المرونة العالية وبغض النظر السعودية السعودية سواء كانت وافقا تعليق سريع وبسرعة بعشرين ثانية مع ذلك الملكي دكتورة في مؤتمر جينيف في دورة الثلاثين لحقوق الإنسان في سبتمبر دفعت السعودية بكل ثقة لها لكي تحبط قرار دولي بلجنة تحقيق دولية محايدة تحقق في الجرائم مع ذلك السعود أحمد في ختام هذا البرنامج قد وصلنا لنهاية لا يسعنا إلا أن نشكر الضيوف الذين أثروا هذا الحوار في حلقة اليوم برنامج حديث الساعة ولكم تحيات فريق البرنامج وتحياتي وإلى اللقاء اشتركوا في القناة